السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح كيفية جعل جوجل هي الصفحة الرئيسية في متصفح جوجل كوروم فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح في البداية شباب عشان نخلي صفحة جوجل هي الصفحة الرئيسية عندنا في المتصفح تروحون على البحث تكتبون جوجل وتدخلون على أول رابط يطمعاكم بعد كذا تنسخون هذا الرابط الخطوة الثانية تروحون تضغطون على الثلاث نقاط اللي فوق على اليسار وبعد كذا تروحون على خيار الاعدادات رح تظهر معاكم هذه الواجهة من هنا تروحون عند بدء التشغيل هذا الخيار تضغطون عليه وبعدين تضغطون على ثالث خيار اللي هو فتح صفحة محددة أو مجموعة صفحات وبعدين تروحون على خيار إضافة صفحة جريدة تضغطون على هذا الخيار من هنا تسووا اللسق لموقع جوجل اللي نسخناه وبعد كذا تسووا إضافة فكذا الآن يا شباب بكل سهولة صارت الصفحة الرئيسية عندنا في المتصفح اللي هي صفحة جوجل فخلونا نتأكد الآن نقفل المتصفح ونرجع نفتحها من جديد فلو تلاحظوا الآن أول ما فتحنا المتصفح فتح تلقائيا بصفحة جوجل الرسمية فهذا كان شرح اليوم يا شباب إذا حابين تعرفون أكثر عن جوجل كروم أو التطبيقات الأخرى اشتركوا معنا في القناة نشوفكم على خير مع السلامة